موسيقى أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عزمها إرسال بعثة إلى مدينة إزيوم الأوكرانية للتحقق من ادعاءات سلطات الأوكرانية حول وجود مقبرة جماعية فيها وقالت النتقة باسم المفوضية إلزابة تروتل خلال إحاطة للأمم المتحدة في جناب إن بعثة مراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا تتحقق من هذه الادعاءات ويسعون إلى زيارة إزيوم لتحديد ظروف مقتل الأشخاص الذين عثر على جثاتهم في المدينة كان الرئيس الأوكراني فولود ميرزلانسكي قد أعلن العثور على مقبرة جماعية في مدينة إزيوم الواقعة في منطقة خاركوف في الشرق الأوكرانية واستعدت كيف المدينة من الروس قبل أيام في إطار هجوم أوكراني مضاد وفي وقت قالت مصادر في الشرطة أنها عطرت على 440 جثة وكان الجيش الروسي قد سيطر على قرية بوتشا في الأسبوع الأولى للعملية العسكرية قبل انسحابيها والتركيز في المعارك على الجانب الشرقي للبلاد فيما نفت روسيا ارتكاب قواتها أي مجازر أو انتهاكات بحق المدنيين أعلنت قوات الجوية الأوكرانية أنها ضمرت طائرة هجومية روسية من تراز السوخ 25 تابعة للقيادة الجوية الجنوبية فوق منطقة خيرصون وفي وقت سابق شن الجيش الأوكراني تسعة ضربات جوية لمجموعات معادية في جنوب أوكرانيا وأكثر من 330 ضربة من البر ذكرت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن خدمة الطوارئ أن المدعي العام في منطقة لهانسك الشعبية قتل في انفجار قنبولة بمكتبه يشار إلى أن روسيا قد اعترفت بلوغانساك الشعبية في شرق أوكرانيا في فبراير الماضي أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف تسعة مراكز قيادة في عدة مناطق بنتسك وزبورجيا ونيكولاييف إلى جانب 65 وحدة مدفعية ومناطق تمركز أفراد ومعدات عسكرية تابعة القوات المسلحة الأوكرانية في 234 منطقة أخرى وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية إيجار كوناشين كوف أن القوات الجوية روسية قصفت بأسلحة عالية الدقة نقاط انتشار لواء المشال ميكانيكي رقم 28 تابع للقوات المسلحة الأوكرانية وذلك بالقرب من مدينة نيكولاييف مشيرا إلى تدمير المقر الرئيسي وقاعدة التدريب لمركز العمليات الخاصة الجنوبية للقوات الأوكرانية في قرية أوتشاكوب بمنطقة نيكولاييف قال رئيس الروسي فلاديمير كوتين أن أوروبا ألغت جزئيا العقوبات المفروضة على الأسميد الروسية فقط لافتا إلى أن بلاده مستعدة لتقديم الأسميدة والحبوب الروسية للدول النامية بلا مقابلة وأكد بوتين خلال قمة شنغهاي أن هناك 300 ألف طن من الأسميدة الروسية في الموانئ الأوروبية وأن الأولوية للدول النامية للحصول على الحبوب نقوم بزيادة حجم التصدير الغزاء والحبوب إلى الأسواق العالمية من 30 مليار تن إلى 50 و90% من المنتجات الغزائية بما في ذلك الحبوب يتم تصديرها إلى أسواق الدول النامية وكما في طريقة الحياة المنظمة نشجع على تطوير تقنيات المعاصرة والمتطورة في مجال الزراع وفق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانيسكي على اتفاقنا بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي بشأن النقل البري للبضاعة ونشرت الحكومة الأوكرانية مرسومة لاتفاق على الموقع الإلكتروني للرأسة حيث جاء فيه أنه تمت الموافقة على الاتفاقية بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي بشأن نقل البضاعة البرية المبرمة في مدينة ليون في 29 يونيو من عام 2022 وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأوكرانية يذكر أن أوكرانيا والاتحاد الأوروبي وقع على اتفاق بشأن نقل البضاعة عن طريق البر من شأن أن يلغي الحاجة إلى استخراج تصاريح لشركات النقل الأوكرانية للعبور إلى أراضي الاتحاد أعلنت السلطات الأوكرانية مغادرة خمس سفن محملة بالمنتجات الزراعية الأوكرانية من موانيها ووفقا لبيانات وزارة البنية التحتية الأوكرانية تم تصدير 3.4 مليون طن من المنتجات الزراعية منذ أن غادرت أول سفينة بالمواد الغذائية الأوكرانية الميناء في إطار مبادرة الحبوب قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانسي ستوتنبرغ إن الهجوم الأوكراني المضاد على القوات الروسية كان فعالا للغاية وأضف ستوتنبرغ أن الدول يجب عليها لاستعداد لحرب طويلة لأن هذا لا يشير إلى بداية نهاية الصراع وأضح أمين حلف نيتو أن استعادة القوات المسلحة الأوكرانية أرضها أمر مشجع للغاية ولكنه ينذر بحرب طويلة الأمد قال المستشار الألماني أولاف شولز إن على الأوروبيين أن يتحملوا مسؤوليات أكبر بكثير في الناتو وأضاف شولز خلال مؤتمر للجيش الألماني أن الحكومة الألمانية مستعدة لمراجعة التحفظات فيما يتعلق بقواعد التصدير العسكري التي تؤثر على مشروعات الدفاع المشتركة وعلن شولز من برلين أن قرار بلاده قد يكون مفاجئا للبعض مشيرا إلى التحفظات والقواعد الوطنية الخاصة بتصدير معدات دفاعية مشتركة للإنتاج أعاقت التعاون مع شركاء أوروبيين وشركاء آخرين في الماضي عن البيت الأبيض الموافقة على منح أوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 600 مليون دولار فقالت الرئاسة الأمريكية في بيان لها أن هذه المساعدة تشمل معدات وخدمات بالإضافة كذلك إلى تدريب عسكري من دون إعلان تفاصيل إضافية منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا لا تزال الرياض المتحدة الأمريكية ترسل المساعدات العسكرية إلى كييف وتبلغ القيمة الإجمالية لهذه المساعدات منذ وصول بايدن إلى البيت الأبيض 15 ملياراً و800 مليون دولار وكانت آخر هذه المساعدات التي أقرتها واشنطن بقيمة 600 مليون دولار تتضمن صواريخ هيمارس ولكنها لا تشمل صواريخ بعيدة المدى وفقاً لما أعلنه البيت الأبيض وهي الصواريخ التي تعتبرها روسيا خطاً أحمر يجب على الغرب عدم تجاوزه الرئاسة الأمريكية أكدت أن هذه المساعدة تشتمل على معدات وخدمات بالإضافة إلى تدريب عسكري من دون تفاصيل إضافية ولا سيما عن الأسلحة التي تتضمنها وزارة الدفاع الأمريكية أوضحت أن هذه الحزمة الجديدة من المساعدات تشتمل أيضاً على رادارات مضادة للمدفعية وعربات مضرعة وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة ومعدات لإزالة الألغام كييف طلبت من واشنطن الأسبوع الماضي تزويدها بصواريخ آتا كامس بعيدة المدى والتي تصل إلى 300 كيلو متر ولكن واشنطن لم ترسل هذه الصواريخ وجاء التبرير الأمريكي على لسان رئيس الأركان مارك ميلي الذي ذكر مجدداً أن صواريخ آتا كامس قادرة على إصابة أهداف داخل موسكو انطلاقاً من الأراضي الأوكرانية موضحاً أن واشنطن تخشى أن يؤدي تزويد كييف بها إلى تصعيد النزاع الإعلان عن هذه المساعدة الأمريكية الجديدة جاء في وقت يشن فيه الجيش الأوكراني منذ أسبوعين هجوماً واسع النطاق ضد القوات الروسية في جنوب البلاد وشرقها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن مرصد النزاع في أوكرانيا واتقى خروج ما يقرب من 16% من المنشآت الغذائية في أوكرانيا من الخدمة وذلك نتيجة للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أو بسبب تدميرها أو سرقتها وأشرت الخارجية إلى أن التدمير المتعمد الذي شهدته هذه المنشآت يشكل جريمة حرب مؤكدة أن هذه العملية العسكرية وضعت الملايين من الناس في موقف حرج من ناحية الأمن الغذائي أعلنت موسكو أن خطأ نبيب قوة سايبوريا 2 الذي تتبحث مع بكين منذ سنوات عدة لبنائه بهدف تزويد الصين بالغاز الروسية سيحل محل خطأ نبيب نورد ستريم 2 الذي بني لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا وقال وزير التقى الروسي أليكزاندر نوفاك أن بلاده بصدد تبديل استراتيجيتها في مجال تصدير التقى من خطأ نبيب نورد ستريم 2 الأوروبي إلى قوة سايبوريا 2 الأسيوية ويعتبر هذا الخط الاستراتيجي يربط روسيا بألمانيا وهو متوقف عن العمل منذ الثاني من سبتمبر الجاري وكانت تمر من خلاله ثلث شحنات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي هذا ومن المقرر أن ينقل خطأ نبيب قوة سايبوريا الغاز الروسي إلى الصين جزئيا عبر منغوليا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فرضت ألمانيا وصاية على الفرع الألماني لشركة النفط الروسية العملاقة راسن بيت مما يعطي الجهات التنظيمية الاتحادية في البلاد السيطرة على مصفتها في شفيت وهي مصدر رئيسي للوقود في برلين وقالت وزارة الاقتصاد الألمانية في بيان إنه يتم تصدي الخطر الذي يهدد أمن إمدادات الطاقة ووضع حجر أساس ضروري للحفاظ على موقع شفيت ومستقبله موسيقى 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 موسيقى